تعلم مع ذكرية أركان الإسلام السلام عليكم يا أصدقاء اليوم سوف نتعلم أركان الإسلام هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ للإسلام خمسة أركان ألا وهي الشهادتان إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادتان هم مفتاح الإسلام ولا يمكن الدخول إلى الإسلام إلا بهما ونقول الشهادتين كالآتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الركن الثاني إقام الصلاة الصلاة هي خمسة فروض يجب أن نصليها كل يوم وهي صلاة الصبح وهي ركعتان صلاة الظهر وهي أربع ركعات صلاة العصر وهي أربع ركعات صلاة المغرب وهي ثلاث ركعات وصلاة العشاء أربع ركعات الركن الثالث إيتاء الزكاة الزكاة هي صدقة مفروضة على المسلمين يدفعها الغني إلى الفقير ليزكي الله نفوسهم ويطحر أموالهم الركن الرابع صوم رمضان الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب من آذان الفجر إلى آذان المغرب ويكون في شهر رمضان الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل حج البيت فريدة واجبة على كل مستطيع مرة واحدة في العمر يكون بزيارة بيت الله الحرام لآداء مجموعة من المناسك كالطواف بالكعبة والوقوف بعرفة ما هو الركن الأول في الإسلام؟ الشهادتان حج البيت يقام الصلاة نعم إنها الشهادتان كم عدد الصلوات في اليوم؟ صلاة واحدة خمس صلوات ثلاث صلوات أحسنت إنها خمس صلوات ما هو الركن الثالث في الإسلام؟ إيتاء الزكاة قراءة القرآن إسباغ الوضوء إيتاء الزكاة جيد في أي شهر يصوم المسلمون؟ شهر شعبان شهر رمضان شهر شوال شهر رمضان ممتاز الركن الخامس في الإسلام هو إماطة الأذى عن الطريق الدعاء حج البيت جيد إنه حج البيت لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد دمتم في رعاية الله وحفظه